المترجم للقناة ركز يمي زين واسمع القراءة كريم ووكت هاي مو ووكت بمعنى مشى او ركبه او ركضة مشت مشى يعني سارة وين الى الى المتجر الى المكتب و هريد وركضة وذهب الى المكتبة وذهب الى المكتبة طيب اذن ركز ويايا زين كريم لوين راح ممكن يقلك كريم ذهب الى بانذر 3 كريم راح على سيارة البانذر 3 صح لو غلط ها من يجاوبني من يجاوبني بالتعليقات كما كما كان يقف من صار قريب من تقرب شوية على الطابور كان هناك طابور طويل خلط خلطة الخلطة خلطة 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 الخلطة الخلطة والدككه وقلبه خفق اوضح خافك الناس الملزمة تختلف ما يعرفي الشر مو مشكلة هسا بالكتاب خلينا نقراها كاستمر لكي كاستمر الزبون المحظوظ خمسين شن يعني زبون محظوظ رقم خمسين خلينا نقراها وخلينا نشوف شن الفكرة مالتها اهنا يقول لك ريد اقرأ اقرأ وجاوب هاي الاسئلة احنا راح نقرأ وبعدين نروح على الملزمة تبه يمي زين راح اقرأ وانتبه عليها يقول لك كريم وقت كويكلي كريم ذهب بشكل مسرع باتجاه المتجر باتجاه المتجر باتجاه المتجر هريد تو اوارد ذا بوكشوب باتجاه المكتبة اذا كريم رايح للمكتبة هاي ملاحظة مهمة كريم وين رايح كان ركز لي زين على هاي المعلومة طيب اذا كريم كان رايح للمكتبة كما انتهى قريب رأى بأن هناك سرع طويل شاف أكو سرع طويل أكو سرع طويل وهذا السرع صار على الباب إلى المكتبة وقلبه سانك سانك يعني شون قام يدقوا بسرع قلبي شون يعني على ما نقول إحنا يعني قام يخاف قلبه قام يدق هاي هي معناها هيتش و قام يدق قلبه بسرع ليش قام يخاف شايفين مرات واحد إذا راح للامتحان ولقى الطلاب حاضرين من وقت هو عبال الامتحان انتهى يقوم قلبه يدق يخاف نفس الحالة هو الطب للمكتبة وجافه كوي ناس قام يخاف قلبه قام يدق طيب خلينا نكمل نشوف شن الفكرة شن سبب تأخر كريم عن السرع الأول ما تأخر هسا راح نشوف هسا راح نشوف هي هاد بين هي هاد بين سيفنق هو كان يدخرو سيفنق يعني بمعنى يجمع فلوس لسنين تمام ستاد زين تمام حلو and he and wanted to be the first one واراد ان يكون الشخص الاول to buy the new book لكي يشتري الكتاب الجديد buy his favorite poet ولكي يشتري كتابه الجديد buy معناها يشتري new book كتاب جديد buy his favorite poet الذي كتب بواسطة شاعره المفضل الشاعر مالتا المفضل تمام now he would have to wait in line والآن هو لازم ينتظر بالسرة in line يعني معناها بالسرة هو أصلا ما متأخر بس الناس جاي من وقت طيب as he stood waiting من كان هو واقف ينتظر the hard working the hard working the school boy bought the advert for the new book out of his pocket واحدة من الطلاب معناها سحب الاعلام اللي ما لكتاب for his pocket من جيبة طيب خلينا نشوف وش راح يصير انتبهوا علي يا زين ما راح تفهمون شيء إلا تكملون القطعة كريم had red 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 بمعنى قرأه بالماضي بالمضارع يريد يقرأ بالماضي يصير red بمعنى قرأة نواب هذا الطالب اللي هو اسمه كريم قرأة كل قصائد النواب نظفر النواب at least twice اقل شي مرتين قرأة القصائد مالتا اقل شي مرتين ركز دي على هاي المعلومة كم مرة قراء اتبه علي يا زين كم مرة قراهم مرة 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 بالانجليزي مرة 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 خيال مرة مرة مرتين مرة حسنا مرة وخير مرة 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 وخير مرة لك كريم قرأة كل نواب من نواب وقد وجدتهم جداً مملين شا تقول؟ صحيح 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 هذا الولد الهادئ والشاطر قضى كل وقته كل وقته كل وقته فراغه تقرأ القصائد اللي هو كان يكتب قصائد بنفس الوقت يعني مو بس هو كريم مو بس يقرأ حتى يكتب قصائد لأنه يحب الشعر وفراغه وأبو أمه وأصدقاءه والمدرسين كلهم قالوا كان جداً واسع الخيال ركز يمي ممكن أجيب لك إياها معلومة أقل لك كريم كريم ما كان جداً واسع الخيال كريم صح له غلط غلط كان كريم 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 صح له الفق once كان الكريم ممكن أجيب لك سؤال ما هو كريم ممكن possibility ما هو كريم ما هو حلم كريم ما هو كريم يلا من يجاوب انجليزي يلا الخed Party المالك المحل ومع المحل رحب المالك المحل رحب بسرع مال الزبائن عندما كانت كريم قد يدخل على الباب المالك المحل مالك المحل 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 مالك المكتب لدخل جرس مالك الملتب ومالك المحل لدخل جرس بدأ صفق صفق وصفق كريم كانت مجرد كريم كان جدا مندهش ركزلي على هاي الكلمة كريم اشلون كان صفق صفق ومنصدم ولم يعرف ولم يعرف مالك المحل؟ صدمة كريم وهو وضح مالك المحل انت خمسين خمسين خلال اليوم خلال اليوم يونج انت الشاب خمسين فلذلك خليشوف شنه يعني خمسين هناك جائزة كبيرة لجائزة كبيرة لجائزة 50 للزبون الذي يحمل رقم الخمسين ستجدون انت راح تشوف النواب لك لك هاش يوصلت محلوه انت راح تشوف النواب لك هو كان يحلم يريد انت راح تشوف النواب هل انت راح تشوف انت راح تشوف النواب انت تزيين بكتابة القصائد انت تزيين بكتابة القصائد هذا من اللي سأل هذا الكلام هذا سأل المالك هذا قاعد يسأل شون منصدم ما مصدق هو كان مصدوم هس انت راح يلتق بالنواب لك هاي شون منص هاي شون ضحكة ذي شون كلي لشوف حكلا لشوف اجابة كريم نعم نعم انا عندي دفتر ما القصايد يعني شعر بالفرح حيثما أنه فهم فهم إشد يصير صبره يعني قد تمت مكافأته لأنه كان صبور قد تمت مكافأته كان صبور قد تمت بك بعد كل شيء كان شيئا جيدا بعد كل ما حصل كان صبور قد تمت بك وفرح لأنه لم يشترى الكتاب لأول مرة لأنه لم يشتريه أول واحد كان لم يشترى النواب فالتقى بالنواب وشافه وفرحه وضحكه هنا شيء يقول لك من المضفر النواب تأتي إلى الكتب على 23 نوفمبر و أحضر كتب النواب جزيرة الملح جزيرة الملح جزيرة الملح هذا هو عنوان الكتاب اللي كان يحمل مجموعة من القصائد طبعا هذه القصة كلها قرناها و افتهمناها هس طلابنا الأبطال عندنا مجموعة أسئلة موجودات بالكتاب و أيضا بالملزمة أسئلة مو صعبة أبدا ممكن تجيك صح و خطأ فراغات و أنا علمتك شلون تجي هسا شوفتك بعينك ممكن يجيب لك يقول لك قصائد المضافر النواب هي مملة لو ممتعة يعني أسئلة عامة أريدك شكوش يحدد الكياه و قلت لك جريت لك علي خط هذا مهم هسا نجي على هاي الأسئلة هسا نجي على هاي الأسئلة من أما الشخصيات اللي بالقصة من أما من أما عندنا كم شخص من أما من أما عندنا كريم و مالك المحل و الولد اللي هو عرض الإعلان اللي شوف الإعلان ثلاث أشخاص السؤال الآخر يقول لك ماذا عن القصة عن شنو تحشي؟ تحشي عن قصة واحد اسمه كريم حلو هذا السؤال الثاني السؤال الثالث ما هو اسم الكتاب اللي راد كريم يشتري؟ سؤال الثالث اسمه آيلاند هاي مو آيزلند هاي اسمها تلفظ آيلاندس أف سيلت يعني جزر الملح هذا السؤال رقم ثلاثة رقم أربعة صف شخصية كريم هو هارد ووركينج كان موجد واسع الخيال صبور إذن كان عنده صبر وكان موجد وكان واسع الخيال حتى كان يكتب قصائد ماذا يعني كلمة سيفينغ أب؟ معناها تجمع فلوس يعني معناها تخلي الفلوس على صفحة تجمع فلوسك هذا السؤال رقم خمسة السؤال ستة كان كريم أولاً لتجمع الكتاب كريم كان أول واحد اللي اشترى الكتاب؟ نعم هل كريم كان أول واحد؟ لا نعم كريم ما كان أول شخص اللي يشتر الكتاب وهو فرح لأنه مو كان أول شخص لأنه التقى بالنواب انظفر النواب ترى شاعر يعني خاف ما تعرفوني مشهور يعني إذا تكتب هسا على الجوجل معروف على اليوتيوب معروف ما كان كريم سدريم؟ هاي قلت لكم عليها لأنه يكون شاعر مشهور حتى يكون شاعر مشهور ما كان كريم سدريم؟ ما هي كانت جائزة كريم؟ سدريم 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 انظفر النواب الشاعر العراقي المشهور طيب هسا أكو طلاب راح يقل لإستاذ نقرأ هاي الأسئلة طلابنا الأعزاء هاي الأسئلة تجي بالوزاري ركز عليها زين مهمة ترى إنها كريم سدريم سدريم مهمة ترى مهمة ترى مهمة ترى المهمة ترى مهمة ترى ماذا نحفظه؟ ماذا نحفظ السؤال؟ أول شغلة تقرأ اللي بالعربي تفهمه أول نقلة تفهم اللي بالعربي وراها تبدأ تكتب أكتب السؤال وجواد جواب أكتبه عشرين مرة، ثلاثين مرة، أربعين مرة الحد ما ينحفظ الحد ما ينحفظ هي أفضل طريقة لحفظ لحفظ هذه القطعة وهذه تجي بالوزاري ماذا تجي بالامتحان؟ جاب لك سؤال نصاً موجود منه وانت تجاوب ما هو حلم كريم؟ ما هي جائزة كريم؟ وتجاوب أنت لا أكثر ولا أقل؟